عايزة أشكرك بشكل عام يعني عشان انت بتدي اللعيبة كتير حقها ممكن في وسط الطوحة بتاعت النجوم اللي هجوميين ما ياخدوش حقهم ورونة عطاية من أكتر اللعيبة اللي مفوتها شكرا 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 يا جيمي هما المنتخب المغربي من المنتخبات مرشحة جدا للفوز والبطولات تحديدة بعض رابع العالم يعني عادة المغرب مرشح فوق العادة دايما البطولات أفريقيا ولكن رابع العالم داخل بطولات أفريقيا فطبيعي الناس هتقول لك ايه ده 100% هو البطل هل مستوى المنتخب المغربي حتى هذه اللحظة مردي بالنسبة لك؟ مستوى المنتخب المغربي في البطولة لحد الوقت هو بيمثل كلام وليد داري كراكي في أول مؤتمر صحفي ليه قبل بداية البطولة لما طلع بعض الصحفيين في المغرب هاجموا ان هو ما بيلعبش اللعب الهجومي وان انت معك عناصر قوية تلعب اللعب الهجومي دايما وانك تبقى ضغط كل المنتخبات وانت رابع العالم وقالوا لي اسمه منتخب واحد بس موجود في أفريقيا كسب البطولة وهو بيلعب كرة هجومية وبيلعب زي البرازيل مفيش قال احنا هندخل البطولة دي بنلعب بشخصية وزكاء منتخب مصر اللي حصد بيها 3 بطولات أفريقيا واربعات ده كان كلامه تحديدا هل بقى التكلام ده تطبق؟ هو فعلا المنتخب المغربي نقدر نقول ان هو بيلعب كرة زكية وانت بتفرج على مطشط المغرب ما تحسش انه قدام منتخب مهيمن ما تحسش انه قدام منتخب قوي وفارد سيطرته وبيلعب تيكي تاكا ومحاصر المنتخب اللي قدامه لكنه بيلعب بزكاء كبير جدا جدا بيعرف امتى يهاجم المنتخب اللي قدامه عنده طريقتين هما اللي بارزين جدا في تسجيل الأهداف المنتخب المغربي سجل خمس أهداف منهم هدفين من كرة سابتة ضربة ركنية وهدف تاني من راقة الحرة ارتدت من الحارس وثلاث أهداف تاني من ناحية الليمين بالاختراك من ناحية الليمين الجبهة النارية عند المنتخب المغربي اللي دايما بيحاول يختارك منها بسلاسية أشرف حكيمي حكيم زياش واناحي فدي ده للمنتخب المغربي بيعمل لما نجي نبص على أركام المنتخب المغربي هلقي مسجل خمس أهداف من أصل أهداف متوقع لي ستة وثلاثة عشرين من مية وده الأكتر في البطولة التزديدات مسدد تلاتة واربعين تزديدة وهو التالت في البطولة الهدف هو أقل فريق أقل فريق الهدف المتوقع عليه اه اتنين تقريبا يعني اتنين وهو الرابع أقل فريق والتزديدات اللي عليه برضو هو الرابع أقل فريق ده بيوضح لك ده اللي بيوضح لك هو فعلا بيلعب بزكاء هو هدفه هو عايز دايما يخلق فرص فده مخليه أنه عنده الأهداف المتوقع الأكثر لكنه في نفس الوقت مش ما بيضحيش بمنظومته الدفاعية واللي هي بالمناسبة كانت نقطة قوته الكبيرة جدا جدا فيه إنجاز كاس العالم أنه كان منتخب صلب جدا جدا دفاعية منتخب بيتحرك دايما بخطوط قريبة دايما بيقفل المساحة على الخصب وبيحاول يعتمد على المرتدات بشوف بس اللي ممكن تواجه مشكلة شوية للمنتخب المغربي مستقبلا هي فكرة أنه هجوميا هو عنده طريقين اللي دايما بيركز عليهم في اللعبة المفتوحة الناحية المننتخب المغربي تقريبا المباراة كله بيحاول يختارك من ناحية الليمين لدرجة أن في الثلاث مباريات 54% من هجمات المنتخب المغربي كانت من ناحية الليمين وال46% المتقسمين ما بين العمق وناحية الشمال فهو نقطة قوته الكبيرة جدا جدا في اللعبة المفتوحة ناحية الليمين وتركيزه كله على ناحية الليمين لما المنتخب الكونولي قدر يقفل الناحية دي نسبيا على المنتخب المغربي تحديدا بعد استقبال الهدف الأول المنتخب المغربي ظهر أنه مش قادر يخلق فرص وليد الكراكي ظلم بإكافة 4 مباراة؟ لا ما ظلمش يعني اللعطات اللي جات من الملعب هو اللي دخل واحتكب بالعاب منتخب الكونغو بلا سبب احنا مش فيناش اي مشكلة من العاب منتخب الكونغو داخل أرضية الملعب مش فيناش نوم حد فيهم احتكب مع الجهاز الفني واحتكب مع العاب المغرب لعبه مطش فير جدا فمش عارف ايه وجه الاعتراض منه على معلعاب الكونغو ظلم يا سامر ولا؟ لا بس هو يعني هو وليد الكراكي من المدربين الكبار بس هو ما بيتقبلش الهزيمة فانفعل قوي لأ المفروض انت قدوة لعبتك يعني احنا ليس من شوية كنا بنتكلم عن صلاح يعني احنا الناس معترضة على مبدأ القدوة اللي هو انت كابتن الفرقة فهي بس مش شارع انت لازم تبقى ريدر يعني انت مدرب الفريق انت مدير فني لما لعبه شوفك بتنفعل وبتهاجم لعب تلك و هو هيتصرف ازاي هتتسبب فهمجية من اللعيبة و من الفريتين وهي في الاخر بطولة كورية القدم تلعب تلعبش الناس بس شايف ان الرقوبة مبالغ فيه اوه في الاخر رجل دخل في مشادة حاصل اقدت بعد كده لتطورات و ده اللي انا اصده بغلطته يعني طورات خناقة بين اللعيبة في الكوريدور بمؤدي الغرف خلال الملابس لكن شايف انك كان ممكن القصة مباراة او اتنين كانوا كافيين لكن اربع مباراة تتكلم عليهم هيتنفذ منهم اتنين اتنين مع قفل تنفيذ انا بقولك انت كان هي قصة بالنسبة لي كلها و لو خد مطشين كان مطش و مطش او هو مطش واحد كفاءة لانت في الاخر ما عملتش فعل ما حصلش ضرب ما حصلش حاجة تم تسجيلها عليه حتى الكلام اللي طلع في الفيديو او اللي جي من المباراة او جي من الملعب في الفيديو بتاع المباراة و كانت بسيطة يعني كانت ممكن اللي هو بمنتقى البساطة يعني تحذير شديد اللهجة ياخد مباراة و كفاءة و عقب عشان ما بعد الوامر طبعا وتسبب فيه تسبب في الحالة طيب